تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم حبائي هذه الدعوة من الرب يسوع المسيح كانت سبب بركة للملايين اللي اختبرت الخلاص واختبرت الراحة من خلال عمل يسوع المسيح تعالوا حبائي من شوف هذا الخلاص وهذا التغيير وهذه الراحة بشكل مستمر حتى يومنا هذا اسمحوا لي أن أتكلم عن اختبارين أشخاص اتغيرت حياتهم وننقل النص بالزبط كيف اتغيرت حياتهم واحد مثلا على سبيل المثال شاب من المغرب أعجب بهذه الكلمات من فم المسيح فتغيرت حياته عندما سمع عن المحبة وعن الراحة فتغيرت حياته وسألنا ليش اتغيرت حياته كان بيسمع دائما كلمات بدلا مما جاء في القرآن إن الله لا يهدي القوم الكافرين فإذا شو تدافع أنه واحد يبشر شخص بكافر ما بيعرف الله إذا الله لا يهدي إلا القوم الكافرين هذا الشاب المغرب أعجب من محبة المسيح وأعجب من هذه الدعوة عندما قال يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم شخص آخر من فلسطين وفعلا هذا تتألم كثير ولسيما في أشخاص من عيلته قتلوا بسبب طبعا الحرب وبعدين كان في حالة يائسة جدا وفي يوم من الأيام عم بيمشي في مقبرة مسيحية ووجد مكتوب على حجر إحدى القبور قال يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم فابتدى يتساءل ويقول من هو الذي يستطيع أن يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال فاستغرب من هذه الآية وقال أنا اللي تعبان أنا اللي محتاج لراحة أنا اللي محتاج لفعلا أتحرر من القيود ومن الأعباء ومن الأحمال فتغيرت حياته تغييرا جذريا وفوريا أيضا وفعلا اتغيرت حياته من حب الانتقام والكرهية بسبب طبعا القضية الفلسطينية والحرب الدائرة عندنا في بلادنا صار عنده محبة للجميع وتأثر جدا عندما قرأ في الكتاب المقدس عندما قال يسوع المسيح أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم تغيرت حياته بالكامل بسبب هذه الآية واحد من المغرب واحد من فلسطين وتصوروا أحباء كثير من الناس اللي بتتغير حياتها من خلال هذه الآية فالسؤال من الذي يستطيع أن يقول تعالوا إلي ومن يستطيع أن يدعو الناس إلى نفسه ويستطيع أيضا له القدرة أن يعطي الراحة اشتركوا في القناة